جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إشارة إلى طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين وأضاف بايدن خلال استقبال نظيره الكيني في البيت الأبيض أنه لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحمس لقد أوضحنا موقفنا بشأن المحكمة الجنائية الدولية نحن لا نعترف باختصاصها القضائي بالطريقة التي يتم بها ممارسة ذلك الأمر بهذه البسطة لا نعتقد أن هناك تكافؤ بين ما فعلت إسرائيل وما فعلت حماس